من توا حتى للتسعة كبير صبح النور مرحباك صباح الورد كل المستمعات والمستمعين تحية خاصة لمواطنيننا بالخارج اللي يتابعوا فينا ودهو من يبعثوا في تقريبا الملاحظات وقالك ما تنسوناش ديما يازم تكونوا معنا وعندهم اهتمام بالحق حقيقي بما يجري في البلاد ورغبة في مساعدة البلاد طبعا تحية لكل متابعينا في المغرب العربي والمشرق العربي ان شاء الله تونس خير تحية اليوم حاكيم صباح النور صباح النور صباح الفل السماح صباح خير على الناس ليس ما فينا لكل مرحبا بيك حاكيم المشارف طبعا موجود في الستوديو نمشي وتو تسويت للاريخ بلان تكتيك قيس سعيد هكا خليفة التكتيك الاتصالي نعتبره الطريقة الخاصة الاتصالية اللي تثير كثير من الاسئلة رئيس تقريبا تكفل وحده باختيار الجواب والرد على خصوم السياسيين وعلى المشهد بصفة عامة طريقة لم تكن معهودة بالكل مع الرؤساء السابقين وحتى مع رؤساء الحكومات اللي كان ومعروف عليهم على الدوام يستندوا إلى فريق كبير متكامل لتوضيح الرؤية لتوضيح الإجراءات والقرات وللرد كذلك على ما يبرز من الانتقادات ومآخذ من قبل الطبق السياسية الآن نحن في وضعية جديدة تقريبا مع سيد رئيس جمهورية يتكفل هو شخصيا بالردود وهذه الردود تقريبا خذية طبع خاص مختلف كلية لم نعهدها فيها شوي من الإشارات فيها شيء من القصف بين ظفرين العنيف للخصوب فيها تلميحات خطاب لم نتعوده مباشري ولكن في نفس الوقت يحمل شيء من الغموض حول الأسماء على الدوام يلمح مثلا في علاقة بالمشهد البرلماني العنف والتوتر والبيع والشراء في علاقة بالقوانين يتعلق الأمر بالقضاء يلمح لبعض الشخصيات اللي نافذ تاريخيا في علاقة بالقضاء التونسي وبالثراع وبالأموال والرشاوة وغيرها ويترك المشهد بعد يحلل ويفسر في العلاقة بالمشهد السياسي لاحظنا أخيرا كيف يجاوب رجل غنوش يقتلق البرلماني يعود أحب من أحب كره من كره تحدث هو عن مسألة شرعية هؤلاء كنواب وعلاقة بالعقود بتعلوبيين والرشاوة وغيرها والمنظومة السياسية الفاسدة جاوب كذلك بعض القوى الأخرى كطير ديمقراطي وغيرها يقول أنا لست منكم وأن هؤلاء يأيدوا وقت اللي عندهم منافذ للتمكين والحصول على مواقع يرفضوا وقت اللي ميلقاوش هذه المناسب والمواقع ولكن لا يسميهم مباشرة ويقوم بتحويل أنا في اعتقادي دوما وجهة النقاش اللي تقريبا حصلت فيه معظم المتابعين والمشهد السياسي يخرجوا من الموضوع يمشيوا في اتجاهها اليومين كذلك وثير حديث كثير عن حديث الرئيس كيف تقع التعيينات في السابق في الخمرات وفي السهريات وفي الشرب وغيرها فخرجنا من موضوع تقييم الكفاءات إلى موضوع هل الرئيس يعادي الخمرات والشرب والسهريات ولا غيرها ودوما الرئيس اعتقد أنه يختار طريقة وهو الآن اتصاليا أنا في اعتقادي ناجح في قدرته على تحويل وجهة النقاش من جهة لأخرى بقي السؤال الآن تقريبا ما يتصدر المشهد هو الخطاب الآخر كذلك المتسم بشيء من القوة والتشدد خطاب الاتحاد العام تونسي الشغل هذه العلاقة الحقيقة عرفت كثير من المراحل بين الرئيس والاتحاد كان هناك تقريبا تقارب كبير ياسر زيارات تقريبا متتالية من الأمين العام لرئيس الجمهورية تشاور كبير ثم دخلت مرحلة نوعا ما من الجمود خرج الأمين العام الاتحاد العام تشغل البارحة وقبل البارحة كذلك بخطاب نارية نعتبره اعتبر الرئيس منغلق على نفسه ورئيس يطرح مشروع قال الأمين العام نحن لن نقبل به وقال أن هذه الطريقة اللي هي معدومة في علاقة بالتشاور مع الاتحاد ومع بقية مقونات المشهد وقال اللي يسميه اليوم اللاءات الفلاث الاتحاد ديمقراطية دون أحزاب في المقابل ما لحظناه أنه كل ما صدر عن الاتحاد من انتقادات في اتجاه رئيس جمهورية لم يبدي الرئيس ولو مرة ملاحظة في هذا الشأن أو رد مباشر على الاتحاد تقريب كل خصومه السياسيين كل منتقديه عارف كيف يرد عليهم بتحويل كما قلت لك أنا كقراءة للمسألة الاتصالية وجهة النقاش لكن لم نرى الرئيس يعني يجيب الاتحاد في أي مرة من المرات هل هو يتوخى تكتيك في التعام على الاتحاد أو هو تقدير لوضعية الاتحاد وقدرته على أنه يملك أدوات أخرى للفعل في الواقع باعتبار يملك قدرة تعبوية وباعتبار قدرة النقابات وغيرها على الإضرابات وعلى الاحتجاجات أو هو تكتيك مرحلي في انتظار اللحظة اللي يقرر فهو الرد هيتني يخذوا رأينا يجي إزاي يعني شوف كنا نرجعوا للخطاب الرئيس الجمهورية اللي علقاه ولت البارح فما حاجات الحقيقة قعدة تتكر هو أنه ديما يوجه أصاب على الاتهام إلى خصوم الخصوم ماذوم اللي قعدوا معناها خصوم غامضين إلى حد الآن ما نعرفوه شكون ولو أنه أحنا باجتهاداتنا الشخصية ديما نحاول نعمل عملية تفكيك الخطاب وكلامه نحاول بيش نعرفو نحاولو أوك عرفنا بطبيعة الحال النهضة وتوابحها وبعض الأحزاب الأخرى لتحق بهم الطيار وبعض الشخصيات سياسية الأخرى لكن هال حملية التقسيم هذه اللي حقيقة معناها غير مقبولة تقسيم الناس تقسيم التوانسة تقسيم الخصوم متاعه يعني خصومه إلى وطنين وغير وطنيين هذه التوزيع معناها السكوك السكوك على بياض هذا وطني وهذا غير وطني هذا يقلق هذا يحدث شرخ في المجتمع التونسي حاجة أخرى يخي مش فما حاجة اسم حرية التعبير في البلاد هذه مكفولة بالدستور ومكفولة بالقوانين يخي اللي عبروا على رأيهم معناها محترامي أنا لما يقول رئيس الجمهورية لكن الاختلاف مع رئيس الجمهورية بما فيها متحاد شغل وهذا قال النوردين التبوبي البارح خطابه كان مختلف مختلف عما رجعين رجعين لخطاب التبوبي في الروفيو دو برس مش نحكيه فيه بأكثر التفاصيل يعني نعت الخصوم على أنهم معناها يقعدوا في الخمارات وكذا هذا لا يليق واضح شكرا لك نيجي زيري وكانت هذي الاريخ 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 اشتركوا في القناة